أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخترنا أن نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن علم كبير من أعلام العراق في مجال القضاء وفي مجال التشريع ذلك هو القاضي الفاضل حسن حسني الأعرجي الموصلي الذي عد من كبار علماء ليس الموصل فحسب وإنما العراق شغل مواقع مهمة في المناصب الشرعية لا سيم القضاء في أكثر من مدينة ليس في العراق فحسب وإنما في مدن عدة في الدولة العثمانية وكانت سيرته محطة إعجاب كثير من معاصريه الذين سجلوا فيما سجلوه يعني سجلوا إعجابهم بهذا الرجل وبعلمه حتى في شبابه كان نابها نابغا في مجال العلم فضلا عن ما عرف به من خلق حسن وتربية عالية ولا عجب في ذلك فهو سليل الأسرة الأعرجية إحدى أعرق الأسر المعروفة في الموصل تولت أسرته منصب النقابة الأشراف ومهن أخرى مناصب شرعية كبيرة منها القضاء والإفتاء طلا عن الكتابة والتأليف لنحو تسعة قرون يعني منذ القرن الخامس للهجرة كانت هذه الأسرة تنجب النقابة والقضاة والذين إزدانت كتب السيرة بتراجمهم لم يكن غريبا أن ينشأ حسن حسن القاضي في مثل هذا الجو الذي يقوم على ساقين العلم والخلق فكان يعني لافتا لنظر الذين التقوا به وربما كان أبرز من التقى به وهو شاب يعني في حدود العشرين العلامة المفسر أبو الثناء محمود الآلوسي صاحب التفسير الشهير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني هذا الرجل حينما ترك بغداد قاصل إسطنبول في بعض شؤونه مر بالموصل فإذا به ونزل ضيفا على بيت الأعراجية في الموصل والتقى بهذا الشاب النابه حسن حسن القاضي فكتب في رحلته المسمات غراء بالاغتراب في السفر والإياب بعنوان طويل شيئا مهما عن هذا الشاب قال هذا الشاب يعني سيكون فلتفي في المستقبل يعني واستشرف فيه أشياء كثيرة يعني من العلم والفضل والتأليف والبحث وأصالة الرأي بنص يعني يندر أن يجد الإنسان مثله في وصفي أو نعتي أحد الشباب فامتدحه وتوقع أنه سيكون له مستقبل ذا شأن في مجال العلم والمعرفة والتأليف مع أنه لم يكن يتجاوز العشرين من عمره في ذلك الوقت يعني قال أنه أعجب بفطمته بإدراكه بدكائه وبعلمه حقيقة أيضا ممن يعني التقى به العلامة عبد الرزاق البيطار وهذا الرجل السوري شامي التقى به فكتب في كتاب أو دعه تراجم من أعجب بسيارهم شهادة مهمة تشهد لحسن حسن القاضي بأنه كان يعني متميزا تماما في علمه ونباهته وحسن أسلوبه وصفات أخرى يجب أن نقول أن هذا الشاب كان إضافة إلى تبحره في العلم والمعرفة وخاصة في علوم الشرعية واللغوية كان شاعرا أيضا كان له ديوان مع الأسف هذا ديوان فقد لكن شيئا من شعره تضمنته كتبه الأخرى وقد اطلعنا على بعض ما أودعه في كتبه الأخرى فإذا به شعر رقيق ينم عن نفس رقيقة مرهفة الحس فجمع الشعر إلى العلم حقيقة وله صفات حسنة أخرى ربما تلك الكلام عليها على أي حال الرجل لفت نظر المسؤولين لفت نظر الناس وبالتالي تبوأ مواقع مهمة في مجال تخصصه في القضاء يعني مثلا تقلد من المناصب الشرعية القضاء في الموصل هذه منصب مهم وهكذا لم يكن كبيرا في العمر والقضاء في ديار بكر وفي السليمانية وفي المدينة المنورة وفي دمشق وأبلى البلاء الحسن في حسن الأحكام التي كان يصدرها في مختلف وفي أعقد المشاكل الشرعية في كل مكان تولى فيه قضاءه وعلى نحو منفت للنظر حتى أنه قلد منصب مهم وهو ما كان يعرف باسم مفتش الأوقاف الهمايونية مفتش الأوقاف في الدولة العثمانية هذا العراقي الموصلي الذي تعلم في مدينته وعلى كبار علمائها داعت شهرته حتى أنه أصبح مفتشا للأوقاف في كل الإمبراطورية العثمانية هذا كان شيئا حقيقا أدى بأولي الأمر إلى تقليده بعض الأوسمة التي تدل على إعجابهم بنزاهته وبعلمه وأدبه هناك منصب أو هناك درجة رفيعة تولى لمثل أولئك الذين يتمكنون من أن يبلو مثل هذا البلاء في مجال العلوم الشرعية هي قاضي العسكر رتبة في الدولة العثمانية فقلد هذه الرتبة وهو من القلائل الذين تقلدها في العراق وربما كان هو الأول من تقلدها في عصره وأنعم عليه السلطان العثماني بلقب الصدور العظام مرتبة الصدور العظام مع أن هذه من أعلى الأوسمة التي ينالها رجل لم يكن سياسيا ولا إداريا كان عالما قاضيا الصدور العظام ولا تعطى إلا إلى كبار العلماء في الدولة ورشح لأن يتبوأ منصبا فريدا من نوعه في الدولة العثمانية وهو شيخ الإسلام شيخ الإسلام هو أعلى سلطة شرعية في الدولة العثمانية يعني هو الذي يفتي للسلطان نفسه وهو الذي يستشيره السلطان في كل ما يفعل رشح لتولي هذا المنصب وهو العراقي الوحيد الذي رشح إلى مثل هذا المنصب ولكن القدر عاجله وتوفي قبل أن يتقلد هذا المنصب العالي وتوفي عام 1899 في نهايات القرن التاسع عشر وفي الهجرية في عام 1317 توفي دون أن يتقلد منصب شيخ الإسلام ودفن رحمه الله في مدينة إسطنبول أثنى عليه معصره كما قلنا وشهد له كل من رأاه أو اطلع على أحكامه وفتاواه شهد له بسعة العلم وبالغوص عن المعاني الدقيقة في العلم لم يكن سهلا أن ينافس هذا العراقي أولئك الذين كان لهم دورهم وشهرتهم في الدولة العثمانية وأن يتميز عليهم جميعا حتى يتولى أشرف وأعلى منصب شرعي في الدولة العثمانية منصب شيخ الإسلام أيضا ينبغي أن نشير ونحن نتحدث عن هذا العلم العراقي النابه حسن حسني القاضي الموصلي الأعرجي عن أن الرجل كان مؤلفا أيضا يعني كثيرون تشغلهم مناصبهم الشرعية ويؤثر هذا على نشاطاتهم العلمية الأخرى ولكن الرجل كان مؤلفا وله آثار مهمة منها مثلا كتاب في علم المنطق سماه تنوير البرهان في علم المنطق هذا كتاب مهم شرح فيه كتاب البرهان لرجل تقدمه بنحو جيل واحد فشرح كتابه شرحا دقيقا أثار إعجاب الناس هو كاتبه الأول اسم إسماعيل بن مصطفى القلمبوي الرومي إلى غير ذلك فهو يعني شرح هذا الكتاب شرحا مستفيرا وأظهر في شرحه اطلاعه البالغ الدقيق على علم المنطق علم المنطق وأهداه إلى السلطان عبد الحميد الثاني وهذا كتاب من حسن حظه أنه طبع بينما بعض كتبه الأخرى لم تجد طريقها إلى النشر من الكتب المهمة التي نشير إليها له شرح غريب لم نطلع عليه لأنه لم يطبع أصلا سماه شرح الرائية في الحضرة الطائية لم نطلع عليه لأنه لم يطبع لكنه عد من بين مؤلفاته المهمة له كتاب في التفسير هذا علم التفسير علم لا ينهض له إلا الفحول من العلماء فكتب تفسيرا للقرآن الكريم تقريبا فسر شطرا مهما من الكتاب الكريم في مجلدين سماه فتح الرحمن في تفسير القرآن وأظهر فيه علما بالغا واطلاعا واسعا على كتب التفسير وعلى كتب اللغة والبلاغة وكل ما يحتاجه المفسر في تفسير الكتاب الكريم وقد مدحه علماء زمانه وقرضوه أي سجلوا ثناءهم على هذا الكتاب وامتدحه عبد الرزاق البيطار في بلاد الشام على أي حال هذا الكتاب وجد انتشارا ومع ذلك لم يطبعه وهذه هي الكارثة التي كانت تهدد آثار العلماء الأعلام الكبار أن بعض كتبهم لا تجد طريقها إلى الطباعة الطباعة لم تكن أمرا ميسورا كما هي الآن يطلع عليه الجميع وربما ينتسخون منه نسخا لكنه لا يجد طريقا إلى الطباعة الطباعة كانت في بداياتها له ديوان شعر جميل أيضا لم يطبع لكن بعض أشعاره وجدت طريقها إلى مؤلفات له أخرى كما ذكرنا ودلت هذه الأشعار على أن الديوان لا شك أنه كان يعني يضم شعرا جميلا ومرهفا لكن الديوان فقد وبقيت منه هذه الشذارات التي انتثرت في مؤلفاته له رحلة وهذه حقيقة تستحق أن نقف عندها رحلة مهمة إلى ديار بكر سجل فيها وقاع هذه الرحلة ومن التقى بهم من العلماء والمحاورات التي دارت بينه وبينهم في كل مكان نزله في هذه الرحلة إلى ديار بكر وفي ديار بكر نفسها سماه من الموصل الزاهرة إلى ديار بكر العامرة وظل حبيس نسخة بخطه لم تنتشر إلى أن عثرنا على هذه النسخة لدى أحد يعني أحفاده بالحقيقة غير المباشرين يعني بعد أكثر من جيل وهو المحامي المرحوم حازم المفتي في بيته في شارع طاها فاستعرنا منه هذا المخطوط وكتبنا عنه بحثا قبل سنوات عديدة واطلعنا على مضامينه فوجدناه يمثل درة من درة أدب الرحلات عند العراقيين بل وفي الأدب العربي في ذلك العصر من الموصل الزاهرة إلى ديار بكر العامرة كتاب مهم في بابه وصف فيه طريق رحلته يعني من منطقة إلى أخرى مثلا وراح إلى ديار بكر عن طريق الجزيرة وقبل ذلك وصل إلى تلكيف اللي كانت تقع على الطريق أول مراحل الطريق ويصف كيف كرمه الناس هناك وعرفوا قدره مع أنهم على ملة غير ملته ومع ذلك عرفوا قدره وبالغوا في إكرامه وحينما وصل كان الرجل محترما في كل مكان حقيقة وحينما اشتاز هذه القرية وهو أيضا في هذه الرحلة يصف كل شيء يمر بيه حتى طرز البناء حتى طرز البناء حتى الملابس حتى المستويات العلمية التي يجدها وصف العمارة في هذه القرية كأنه مهندس معمار حينما تركها ومضى في رحلته وصل إلى مناطق أخرى أيضا وصف تلك المناطق مثلا على سبيل المثال مثلا تكلم عن منطقة الجزيرة تكلم جزيرة يعني بوتان كما يسميها الكرد ووصف مشاق الرحلة وكيف اضطر إلى أن يخوض الماء على قدميه يعني حينما وجد المياه تزيد في بعض الأنهار لم تكن هناك طبعا وسائل للانتقال جيدة وبالتالي وصف متاعب الطريق حتى تمثل رحلته شهادة على ما كان عليها الحال الثقافي والاجتماعي لهذا الجزء من وطنه ومن الدولة العثمانية في ذلك العصر حينما وصل إلى مثلا إلى ماردين وصل إلى ماردين تحدث عن قلعتها وتحدث عن علمائها وتحدث عن أدبائها وعن شعرائها ويبدو أنه كانت هناك صلاة ثقافية عميقة تربط بين أبناء تلك المدن ديار بكر والجزيرة وماردين وغيرها وكانه يتجول في مدينة الموصل نفسها يعني لم تكن ثمة هذه الفوارق التقافية والاجتماعية والسياسية كانوا يعني العلماء يتجولون في بيئات مشابهة لبيئتهم أصلا وبالتالي سجل لنا هذه القصيدة لهذا الشاعر ويدعوه ذلك الأديب إلى أن يقرأه شيئا من أدبه وهذا العالم يتحاور معه وكأنه يتحاور مع أخ له أو زمين له في مدينته في الموصل هذه من الأشياء التي يعني يفيد منها الباحث والمطلع على هذا الأثر المهم تولى القضاء في ديار بكر ويصف ديار بكر أيضا ويصف قلعتها ويصف تاريخها ويقول أنها كانت قد أنشئت في العصر الروماني وحقيقة ثقافته التاريخية ملفتة للنظر حتى أننا جعلناه في كتاب لنا عن التاريخ والمؤرخين العراقيين في العصر العثماني عدناه بين المؤرخين فضلا عنه بين الرحالين وبين القضاة والعلماء لأن ملاحظاته هذا نمت عن ثقافة تجاوزت مصادر الثقافة التاريخية في زمانه تحدث عن اليونانيين وتحدث ولا ندري من أي طلع على هذه المعلومات وهذه أسسها اليونان وهذه الرومان وغير ذلك من المعلومات الواسعة التي ذكرها في خضم هذه الرحلة كل ذلك صبه بأسلوب جميل جدا وبعبارة معبرة دقيقة يعني في تقديري أن رحلته هذه تمثل يعني درة في الأدب الجغرافي العربي ولا نطيل في سيرة هذا العالم الذي جمع في شخصه مجموعة من الشخصيات هو قاضي هو شاعر هو جغرافي هو مؤرخ ومع ذلك ضاع معظم آثاره يعني مخلوطة وضاعت أو هي في أماكن لا نعرفها الآن في خزائن الكتب لا يبقى لنا يعني حقيقة إلا أن نذكر هذا الرجل الفذ الكبير الذي تنبأ له معصروه وكان عند تنبؤهم عند توقعهم ونترحم عليه وإلى حديث آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة